ملامح تقارب تركي أمريكي جديد يلوح في الأفق قد تنعكس آثاره على المشهد السياسي في ليبيا ويعيد بعد انتظار الأمور في البلاد إلى نصابها لإنهاء الأزمة هذا ما كشفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء في تصريح لقناة تي آر تي الذي قال إنه اتفق خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على عدد من القضايا المتعلقة بالتطورات المتسارعة في ليبيا لتحقيق السلام في البلاد مضيفا أن ترامب أشاد بما حققته أنقرة من نجاحات في المنطقة اتصال قد يشكل حقبة جديدة بين تركيا والولايات المتحدة بحسب تصريحات أردوغان وحول العملية الانتقالية في ليبيا قال الرئيس التركي إنه قد يتم إخراج حفتر من المشهد في أي لحظة فالتطورات تشير إلى ذلك حسب قوله متعاهدا في ذات الوقت بمواصلة دعمه للسلطات الشرعية المتمثلة في حكومة الوفاق الوطني دون الالتفات إلى الأطراف التي تمد حفتر بالسلاح والمرتزقة وفي سعيه لإيجاد أرضية مشتركة مع موسكو كشف أردوغان أنه سيبحث لاحقا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرسال روسيا طائرات إلى ميليشيات حفتر ومنظومات دفاع جوي تأتي هذه التطورات المتلاحقة على خلفية التقدم العسكري للجيش الليبي الذي يقترب من سيرت بعد بسط سيطرته على المنطقة الغربية بالكامل عقب تحرير مدينة ترهونة الأمر الذي دفع داعم العدوان الإقليميين للإعلان عن هدنة لوقف إطلاق النار خلال مبادرة مصرية لإنقاذ مشروعهم الإنقلابي في ليبيا